معا والله ضد مسألة انه احنا اكيد عندنا مواهب كويسة لكن ودي اكتر حاجة بتزعجني بصدر لكن مش هنلاقي احجام الاسماء اللي قولناها سميح وطقان ودرويش انا من الناس اللي بشوف انه ليه مين قالت انا مش هلاقي الاحجام دي الدولة كانت بتكبر نجومها يعني انت شوف مثلا فترة الستينيات كانت بتكبر مين يوسف ادريس عشان يوسف ادريس الاسماء الكبيرة دي وفيه شعراء ما كبرتهمش الدولة بس كبروا على ادراحهم زي امل دنقل زي عاب رحمان الابنودي زي احمد فؤاد نجم دول كبروا على ادراحهم وعملوا مساحات على ادراحهم لازم الثقافة تبقى اولوية الحكومة يعني اولوية الدولة لان انت من غير الناس دي هتبقى فقير هتبقى زي البلاد اللي بتشتري بتجيب محترفين من الخارج وتقعدهم عندها وتديهم جنسيات ما يفعش هل تشوف انه ده سبب وراء انه الاسماء ما بتلمعش بالرغم انها بتمتلك كل الموهبة اللازمة ولا انه كمان المرحلة اللي بيمر بها العالم يعني احنا كنا بنتكلم من كام يوم انا وحضرتك على مسألة انه العالم بيمر بمرحل رأس مالية متوحشة بل بالغة التوحش واكثر سوءا من رأس المالية المتوحشة اللي كانت بتظهر يعني في قرن 19 وفي العشر وكذا يعني المسألة بقت صعبة جدا وبقت الحالة بتاعت الانحياز ناحية المادة اكبر بكتير من الانحياز ناحية القيمة الكتابة في مصر وفي العالم ما بقتش ان الكاتب وظيفته انه هو قاعد على بنصة وبيخاطب جمهور ده برضو ده لديه علاقة بالقبيلة العربية ده جزء من شاعر القبيلة ما بقاش موجود الشاعر الحالي شاعر عايش في حي شعبي زي حالاتي وبيروح له الخضري وما هواش مرفع وبيمارس حياته في الحياة زي المواطنين العاديين وما عندوش طموح انه يبقى زعيم او شيخ قبيلة ده راجل بيعبر عن حساسية زمنه وعن احزانه البسيطة ما عندوش كلام كبير يقوله لك الشخص اللي متخيل انه هو بيعلم القارئ ده الفوقية ده الفوقية ده ده ما عادش ينفع يعني ده ده ما عادش ينفع في العالم كله انت دلوقتي بتعبر عن ورطة الانسان الحديث خلينا الانسان المعاصر الانسان اللي زي مع حضرتك بتقول الرأسمالية العالمية زنائته في خندق بيصحى الصبح وروح الشغل وروح اشتري تلاجة وروح نفس نفس المواطن ده موجود في كل العالم فاحنا في ترس كل الناس فيه مفيش واحد بقى شعر او كتب قصة يبقى حاطت في ذهنه ان هو حيجمع الناس ويقول له من اجدع واحد لا ما حدش حسن من حد انا عايزك تعبر عن الاحزان الصغيرة عارف لو الناس بيتكلموا عن احزان الناس الصغيرة الان في مصر هيطلع قدب عظيم فيه احزان كبيرة عند الناس بسبب الظرف الاقتصادي بسبب انه يعني فيه فيه حاجة رغم ان فيه حاجات كويسة بتحصل في الحياة بس الانسان مأزوم لا احنا في ازمة حقيقية ازمة وجودية ان احنا مش حاجات داخلية بس المشهد اللي بيحصل في غزة ده مصيب يعني يصيبك بالاحباط يعني ايه العجز اللي احنا تحاسس بيه ده تجاه المدابح اللي بتحصل له مش قادر تعمل حاجة دي حاجة موجعة هتعبر عنها ايه بمقالة يعني الشعر تحديدا هو الفن الذي لا يكتب الا شعرا يعني لو واحد يقول لي حاجة اقدر احكيها لك في مقالة دايما يبقى الشعر يكتبه في مقالة و سيب حاجة تانية انه يتعمل في دراما يعمله في دراما و سيبه للشعر عشان كده الشعر جمهوره ليل طول التاريخ مش دلوقتي بس و بيقل لان الزائقة العامة ما بقادش حد بيدربها ان هي تستطعم الجديد يعني استطعم الجديد ده عايز ده ثقافة لان الفنون دي بتتطور زي اي حاجة في العالم دي فن الشعر بيتطور و بيزدير في مصر في مصر و لبنان و الأردن يعني الوطن العربي فيه نهضة في الشعر بس مفيش نجوم بالمعنى ايه و ده مش عيب يعني ايه فكرة ان ليه لازم يبقى أحسن واحد ليه أفعل تفضيل يعني دايما الناس يقولوا ايه ان سميح القاسم ولا محمود درويش ان سلام صبور ولا حمود أبنوت حجازي الجواهري يعني ده طول الوقت ده جزء من فكرة الثقافة العربية اللي لازم تبقى ليه ما نبقاش فريق ومع بعض يعني المجتمعات العربية أنا أظن انها طول الوقت مشغولة بمحاولات التفسير يعني زي بالضبط كده شتاء ريتا الطويل فعيجي ده طول وبتظهر في أوقات يعني مثلا ايه كان ما قبل 7 أكتوبر بدأت تظهر بقى ايه محاولات التفسير يا ترى محمود درويش كان بيحب وحدة إسرائيلية لا لا ده جاء يا ترى سيبك انها بلهات هي بلهات بس هما طول الوقت الثقافة العربية مشغولة او مجتمع العربي مشغول بمحاولة تفسير ما لا يجب ان يفسر لا هو فيه حاجة برضو تانية فيه قوة ما عايزة تقلل من شأن رموزك اه يعني ده شغل ما اعملوش للصهاينة برضو كينات اللي ظهرت متخيلة ان هي معاها فلوس ممكن تعمل بديل ليه الروائين اللي نجيب محفوظ وفتح غانب وخير شغل ابي ابرام اصلا فتروج لناس ما بيقوم ما بيناقشوش قضايا كبيرة يعني ايه فكرة تقليل سقف كل حاجة وعمل كل شيء استهلاكي يعني تبقى يبقى عشان النشرين يعملوا الجوائز تزاهر وا 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 ده ده جزء لازم ننتبه ليه يعني مصر وظيفتها ان هي بتقدم للبشرية مش من دلوقتي من الاف السنين عقول نصعة بتقدم للانسانية حاجات جميلة في الادب في الشعر في المزيكة في الزراعة في الصناعة في الخيال يعني احنا عندنا احنا عندنا فوائد احنا قوة عظمة مش عارفين ايمتنا انا من الناس اللي مؤمنة بكده اه انا مؤمن ان احنا عندنا قوة عظمة مبدعة فائد فكري فائد زكاء فائد ابداع فائد انتاج زهني طول الوقت احنا عندنا فوائد اه ودايما بقى بفكر انه كيفية استغلال هذه الفوائد او بالاضق هذه السروات اشوف انا فيه فيه احنا قدامنا حاجتين يا الدولة تخش تشتغل في ده شغلها اللي هي اشاعة المناخ الابداعي عايز تقوم التطرف تشيع المناخ الابداعي تعمل للشاب اللي في مستهل حياته تقوله دي النماذج اللي بداي له انت هتلعب مزيكة ولا هتعمل ايه ولا هتبقى راجل دين برضو بس ايه يعني ايه تدي له نجوم يعني ايه من خلال اعلامك ومن خلال قنواتك الشرعية كده يا اما تجيب بقى اللي هم الناس اللي بياخدوا تمويل من الخارج او من اشققنا العرب او وعشان يعملوا نخبة بديلة الخطورة دلوقتي فكرة ان يعني هم المصريين دول موقفهم من اسرائيل ده 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 جاي منين الرائع في الامر انه موقف تاريخي مزهل يعني منين يعني ده جاي منين ده نبع عن ارس فكري وحضاري وترقل صدارة واحساس بالمسئولية بمسئوليتك مش دفاعا عن الفلسطينيين عن مسئولية مصر اساسا